أشار تقرير لصحيفة نيويورك تايمز إلى تحذير علماء البيئة من المخاطر التي يخلفها الغزو الروسي على الغابات والحياة الفطرية في أوكرانيا. مشيرين إلى أن النشاط العسكرية في المحميات الطبيعية قد يخلف أضرارا لا يمكن تداركها لعقود. يصنف العلماء أوكرانيا بأنها منطقة انتقالية بيئية وموطن للأراضي الخصبة والسهوب البكر والغابات النابضة بالحياة التي تمثل 15% من مساحة البلاد. رغم عدم وجود إحصاء دقيق للدمار الذي أحدثته الحرب الروسية على البيئة فإن الحكومة الأوكرانية تشير لأن القوات الروسية احتلت بالفعل أو نفذت عمليات عسكرية في أكثر من ثلث المناطق الطبيعية المحمية في البلاد. وحذروا من التأثير المدمر على البيئة والذي يستمر لعقود. العلماء أشاروا إلى أن بعض النماذج من الأنشطة العسكرية الضارة بالبيئة في أوكرانيا تمثل بحفر الخنادق وقتل المسطحات الخضراء من خلال دهسها بالدبابات والدمار الذي يحدثه انفجار القنابل فضلا عن احتراق الأشجار. وفي أوكرانيا أيضا قد تكون المخاطر مضاعفة بسبب وجود العديد من المصانع الكيموية ومستودعات النفط وخطوط الغاز والمواقع الصناعية التي قد تلحق أضرارا كبيرة بالبيئة إذا تعرضت للقصف. القتال العنيف الذي امتد إلى المحطات نواوية أثار المخاوفة من حدوث تلوث إشعاعي واسع النطاق لا يقف عند حدود أوكرانيا. وفضلا عن تأثيره المدمرة على الصحة العامة للإنسان فتجربة تشيرنومل أثبتت للعلماء أن التسربات الإشعاعية تؤدي إلى حدوث تشوهات في الحيوانات. بالإضافة إلى التأثير على دورة حياة مجموعات بأكملها من الحياة الفطرية من حيث وفرتها وتنوعها. يخشى العلماء من أن يؤدي النشاط العسكري الروسي في المنطقة المحظورة المتاخبة لمفاعل تشيرنوبل أنووي إلى تدمير ما تم إنجازه عبر السنوات الماضية من عودة الانتعاش لبعض الحيوانات المهددة بالانقراض مثل خيول برزوالسكي هذه الخيول النادرة. هناك محمية المحيط الحيوي للبحر الأسود وهي ملاذ للطيور المهاجرة. يصل عدد هذه الطيور المهاجرة إلى 120 ألف طائر في الشتاء. كما أنها موئل للكثير من الأحياء البرية والنباتات النادرة. ومن بينها البطة وحمراء الصدر والدولفين قاروري الأنف وعدد لا يحصى من الرخويات. النشاط العسكري الروسي في منطقة البحر الأسود أسفر عن اشتعال حرائق أمكن رصدها من الفضاء بسبب ضخامتها. وهو ما جعل علماء البيئة يحذرون من تدمير موائل الطيور وحرمان أنواع ناذرة من فرص التكاثر الطبيعية. بالإضافة إلى تأثير المباشر يشير العلماء إلى أن الحرب قد تسبب تأثيرا طويل المدى. لكن بصور غير مباشرة جراء لجوء الجنود إلى الصيد الجائر وجمع الحطب من الأشجار الناذرة. واعتبال الغابات والثروات الطبيعية موارد سهلة النهب. والحديث أكثر عن ملف البيئة معنا من بوستن عبر سكايب أو عبر زوم. عفوانا الدكتور وليام موماو الأستاذ الفخري في سياسات البيئية الدولية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوتستس. مرحبا بك ضيفي الكريم. بداية دكتور موماو كيف بالإمكان أن تعوض هذه الخسائر أو أن يقلل من حجمها في وسط حالة حرب بين المتحاربين؟ طبعا هذه المهمة ليست بسهلة. لأن الأوضاع خطيرة جدا ولا يمكننا أن نتوجه إلى هذه المناطق ونعرف ما يحصل. طبعا هناك أيضا إمكانية في متابعة ما يحصل على الأرض عبر الأقمار الإصطناعية. ويبدو أيضا للكثيرين أنه لا يجدر أن نهتم بالبيئة في حين المدن تدمر والناس يموتون. ولكن تدمير البيئة كانت تقنية يستعملها الرومان في العصور الغابرة. مثلا في أفريقيا كانوا يرش الملح على الأراضي الزراعية. هو أداة حرب بالتالي تدمير البيئة. ونرى أيضا اليوم في أوكرانيا الخطر الناجم عن مهاجمة المصانع المحطات الصناعية وخاصة النووية. ونعرف أن المحطات النووية لديها أنظمة معقدة للغاية لحماية المفاعلات. ونحن لا نعرف تماما ما يحصل الآن على الأرض في هذه المحطات. كم نحتاج من الوقت فقط من أجل الإحصاء الإحصاء الأضرار البيئية في أوكرانيا؟ أعتقد أننا سنكتشف أضرارا جديدة حتى بعد عشر سنوات. أما ما نراه الآن فهي الغابات المحترقة. ونرى الدبابات التي تؤدي إلى تدمير كبير للأراضي وجرف الأراضي أيضا. ونرى أيضا إيزاء للمحميات والحيوانات تتأثر أيضا بعد أن تختفي مناطق لجوءها. هل أوكرانيا هي الدولة الوحيدة التي بسبب الحرب تتضرر البيئة فيها؟ طبعا لا. هناك أيضا أضرار في أفغانستان. أضرار في الفيتنام. أضرار في العراق. كل هذه الدول التي جرت فيها حروب شهدت أضرارا كبيرة. وفي الأيام الأولى للحرب في العراق أو قبل الحرب في العراق كان صدام حسين يحاول أن يواجه أعدائه وهو قام ببعض الهجومات المتعمدة لتدمير سبل العيش لدى المعارضين عبر القنابل وعبر آلات الحرب التي تدمر الأرض. وكل ذلك يتكرر باستمرار. وهناك بعض أنواع الحيوانات التي ستختفي من جراء هذه الحروب. عامل الندرة بما أنكم تتحدثتم عن بعض أنواع الحيوانات التي ربما تختفي بسبب هذه الحروب. لكن هل عامل الندرة يلعب دورا قياسيا بالنسبة لأوكرانيا كحالة خاصة؟ يعني ندرة التنوع الطبيعي الشكل الطبيعي للبلاد. ندرة الموجود بيئيا من مكونات؟ نعم. في كل هذه الدول هناك أنواع نادرة من دون شك. لأننا نحن أيضا نؤثر على البيئة حتى بتصرفاتنا العادية من دون حروب. وعندما تكون هناك حروب فالأوضاع تسوق. مثلا في جنوب السودان التقيت شخصا كان يعملوا مع أشخاص يعملون على حماية الفيالة في المنطقة في أيام الحرب الأهلية. طبعا هو أمر ممتاز أن يعمل البعض حتى في أيام الحرب لتجنيب الحيوانات البرية تأثيرات الحرب وأضرارها. التدخل البشري دائما يمكن أن يؤثر ولكن أوكرانيا هي مثال آخر. هناك أيضا ماداقاشكار أيام الحرب وأغندا في كل هذه الأماكن لا أشكرك رأينا أن بعض الحيوانات قد انقردت. شكرا من بوستن دكتور ويليم ومعه شكرا جزيلا لك. ترجمة نانسي قنقر